بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي التعليم المستمر وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد في درس من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث هذا هو يا حبتي درسنا لهذا اليوم هو استكمال لما مضى التواصل اللغوي التواصل شفهيا وتحديدا التعريف شفهيا بكتاب مجلة قصة ديوان شعري هذا هو الجزء الثاني بسم الله نبدأ الكفايات المستعددة أولا تعرف خطوات التعريف بمنتج أدبي ثانيا التعريف شفهيا بمنتج أدبي ثالثا الحكم على المنتجات الأدبية من وجهة نظر تذوقية نحذر الكتاب ونفتعل الصفحة المطلوبة وراجع مكتسباتي السابقة أمور لابد من مراعتها قبل التحدث قبل أن نتحدث يا حبتي لابد أن نراعي بعضا من الأمور أولا الاستعداد الجيد وترتيب الأفكار ثانيا أن يكون الحديث باللغة الفصحة اليسيرة ثالثا الالتزام بالوقت المحدد للمتحدث كذلك النظر للجمهور والتفاعل معهم أخيرا توظيف ما تعلمه في الوحدة من معارف وما اكتسبه من رصيد لغوي وسائل التعبير الشفهية التي توظف في تيسير التفاهم مع الآخرين نحتاج يا حبتي عندما نريد أن نعبر شفهيا إلى الوسائل الآتية فلدينا وسائل تعبير أدائية مثل نبرة الصوت والتنغيم والوصل والوقف وصحة الضبط كذلك يا حبتي نحتاج إلى وسائل التعبير غير اللغوية مثل تعبيرات الوجه وحركة اليدين والجسم والوجه البشوش كلها يا حبتي عوامل اتصال تهيئ المستمع للتفاعل مع المتحدث وكذلك مع الحديث الذي يقال أقف أمام صفي وأعرف شفهيا بواحد مما يلي كتاب مفيد قرأته أو مجلة التي أتابع قراءتها أو قصة مفيدة استمتعته بقراءتها أو ديوان شعري للأطفال والناشئة وهذا يا حبتي ما كنا قد طلبناه منكم في الدنس الماضي في ختامه وتعرفنا على كيف كيف أعرف بأحد هذه الأمور السابقة فنحتاج أولا إلى الإعداد في المنزل عن طريق الخطوات الآتية أولا أختار ما أريد أن أعرف صفي به ثانيا أتصفح الأجزاء الرئيسة فيه ثم بعد ذلك أقرأه كاملا في منزلي وأنتقي ما أعجبني لقراءته أمام زملائي ختاما وبعد ذلك ننتقل إلى التقديم في الصف بعد أن ننتهي من الإعداد في المنزل باتباع الخطوات السابقة ننتقل إلى التقديم في الصف وكذلك له خطوات أولا أقف أمام الصف وأصطحب معي ما أريد تعريفهم به ثانيا أعرف بالأجزاء الرئيسة وثالثا أقرأ الجزء الذي أعجبني رابعا أبدي رأيي فيما عرفتهم به مثلا هنا عندما أقف أمام الصف فأعرفهم بالكتاب أولا فأقول هذا كتاب بعنوان ثلاث رسائل في الصلاة ثم بعد ذلك أعرف بالأجزاء الرئيسة فأقول أن الكتاب تكون من ثلاث أجزاء رئيسة أو ثلاث رسائل ومؤلفه الشيخ عبدالعجيز بن وباز في عدد ثلاثين صفحة ثم بعد ذلك أقرأ الجزء الذي أعجبني فيه فأقول ضم ثلاث رسائل رئيسة عن الصلاة أحكام الصلاة وكيفية ترفع اليدين بعد الركوع ثم بعد ذلك أبدي رأيي فيما عرفتهم به فأقول أن الكتاب مهم ومفيد فيما يتعلق فيما يخص الصلاة وأحكامها خاصة أن مؤلفه شيخ وعلامة بحجم الشيخ عبدالعجيز بن وباز رحمه الله هيا بنا يا حبتي نطبك وقد طلبت منكم ذلك في نهاية الدرس الماضي عن طريق الواجب فهنا يا حبتي للعداد في المنزل أختار ما أريد أن أعرف يصفي به بنسبة لي اخترت ديوانا شعريا عنوانه ديوان محمود سامي البارودي حسنا ثم بعد ذلك أتصفح الأجزاء الرئيسة فيه فأقول مؤلف الديوان هو الشاعر محمود سامي البارودي شاعر نصري ورد عام 1250 للهجرة وتوفي عام 1322 للهجرة ويتكون الديوان من 27 قسما بحسب الحروف القافية التي نظمت عليها الأبيات ثم بعد ذلك ننتقل للخطوة الثالثة من خطوات الإعداد المنزل اللي وهي أقرأه كاملا في منزلي وأن تقي ما أعجبني لكراءته أمام زملائي بعد قراءته كاملا أن تقي التالي اللي وهي قصيدة من قصائد الشاعر ثم بعد أن أختار ذلك أنتقل إلى التقديم في الصف عند التقديم في الصف أولا أقف أمام الصف وأصطحب معي ما أريد تعريفهم به وهو الديوان أو صورة الله فهنا أصطحب معي الكتاب وأعرضه أمام زملائي ديوان محمود سامي البارودي ثم بعد ذلك أعرف بالأجزاء الرئيسة في هذا الكتاب فأقول لزملائي ويقع الديوان في 304 صفحات جمع فيه الشاعر مجموعة متنوعة من أبياته التي نظمها في مختلف الأغراض الشعرية ورتبها بحسب القافية التي نظمها عليها وبدأ الديوان بتقديم بتقديم بقلم الأديب محمد حسن هيكل عرف فيه بالشاعر وأورد أورز المحطات التي مر بها في حياته ثم بعد ذلك أنتقل إلى أقرأ الجزء الذي أعجبني في هذا الكتاب وهو يا حبتي ما اخترناه ورأينا سابقا هذه القصة أو هذه القصيدة فأبدأ بقراءتها أمام زبلائي فأقول كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت عين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تذت عنهم نحوس الدهري إذ حانت بخوت خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت بعد ذلك بارك الله فيكم أبدي رأيي فيما عرفتهم به فأقول ديوان الممتع وأكثر ما يميزه ترتيبه الذي اعتمده الشاعر بناء على القافية التي نظم عليها كل قصيدة أوردها فيه لغته فصيحة وسهلة وخيال الشاعر واسع والعاطفة ظاهرة فيه بوضوح أنصح الجميع بقراءته وهنا يا حبتي أكون قد وصلت لختام ما أريد أن أعرض أمام زملائي كذلك يا حبتي تعرفنا في هذا الدرس كيف نعرف بمنتج أدبي سواء كان قصة أو مجلة أو ديوانا شعريا أو كتابا شكرا لكم يا حبتي على تفاعلكم وصلنا إلى نهاية درسنا السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم